طيب طبعا فيه ناس معنا برضو في الكورس بس يعني ما عرفوش احضاره اول لكتشر زي ما اتفعنا كده احنا منتسجد اللكتشر واللي مش عاره في احضارها بياخدها مفيش مشكلة واللي عايزها برضو مفيش مشكلة انه هياخدها تمام فخلينا نبدأ ان شاء الله دلوقتي اول حاجة خلينا اعرفكو بنفسي الاول معاكو انا امير مجدي انا شغل طبعا في مارش انتو عارفين او لا بس يعني خلينا نديكو بسيط كده عن الورك اكسperience بتاعتي انا شغل في مجال الكور كور نيتورك سمتا من اكتر من 8 سنين حالين ابتديت في شغلي كنت شغل كور انجينير في الاول وقعدت تنقل بقى من operations لconfiguration لoptimization كذا حاجة كده دخلت كذا team فرونت بتايت طبعا من front office بقى back office بعد كده operation second line بعد كده ثلاثة بقى solution architect وحاليا بقى لي حوالي سنتين وهو شغل في new key برضو core solution architect تمام طيب حابب برضو طبعا يعني اتعرف بيك و معنا عبد الله من السعودية و محمد من العراق و فوزي من العراق اهلا بيكو الله ان شرفتوني شرف ان شرف ان شرف تسلم انا وسلم ان شرف شكرا ان شرف ربنا يخليك ان شرف والله حبيبي تسلم طيب في الكورس دعم مثلا بقى جماعة احنا عندنا يعني two main topics و يعني الكورس يعتبر بيت اسم الحاجتين و حاجة تالتة ان شاء الله هناخدها برضو بس هي بتعتمد على الوقت اكتر يعني بس ان شاء الله معنا يعني ايه هي اهم حاجتين هنتكلم فيهم هو اللي هو السي اس والبي اس كور نيتوركس تمام طيب السي اس كور نيتوركس ده اللي هو يعني ريليتد بالفويس يعني هو لو عايز تتذاكر فيويس هيبع انترية السي اس طيب بالنسبة للداتا الدياتا سيشنز انترية الباكت و ايش ان كور والحاجة التالتة الاحتمال الكبير برضو هنتكلم عليها ان شاء الله يعني ان شاء الله هنتكلم عليها هي ال 4G EPC اللي هو الكور بتاع ال 4G نيتوركس اللي هو يبقى completely different كور مثل الكور بتاع ال 2G وال 3G تمام هيبقى عندنا كور جديد اللي هو ال EPC في ال 4G نيتوركس طيب تعال اول حاجة نبتدي نتكلم على ال CONTENTS بتاعت ال CS CORE بتاعت الكورس بتاعنا ال CONTENTS بتاعته ايه طيب اول حاجة هنتكلم على الكور نيتوركس في different mobile generations يعني هنحاول نعرف الفرق بين الكور نيتوركس في ال 2G والكور نيتوركس في ال 3G عامل ازاي والكور نيتوركس في ال 4G بقى عامل ازاي هنفهم الفرق بينهم هنفهم الفرق بين ال generations دي طبعا كلها تمام؟ بعد كده هنتكلم على layers في الكور نيتوركس يعني ايه؟ يعني هنفهم ان في الكور عمتا كنا مشغالين بحاجة اسمها vertical integrated networks بعد كده عملنا evolution او طورنا من نيتوركس خلناها horizontal networks هنفهم طبعا دي ايه ودي ايه والفرق ما بينهم بعد كده نبتدي نتكلم كhigh level كده يعني حاجة زي تفتيح بس منفتح مع بعض كده الكلام ونفهم السي اس كور ده عامل ازاي نتكلم على السي اس كور بشكل عام بشكل general يعني نتكلم على السيناريوز بتبقى عامل ازاي نتكلم على البروتوكولز السيجناليج ميسجز اللي بتفلوه جوه النتوركس عامل ازاي طبعا الكورس ده مختلف تماما عن الكورس اللي هو ال general mobile package اللي هو ال 2G و 3G وال 4G العادي لا الكورس ده مختلف لان احنا هنا بنهايلايت او بنركز اكتر على السي اس كور والبي اس كور والأي بي سي بردو تمام؟ يعني نبص عليه من ناحية سيجناليج ميسجز طب الميسج دي مثلا البراميترز اللي جواها طب في التريسز لما تيجي تبص على التريس مثلا طب ايه اللي ممكن تحتاج تشوفه عشان تتأكد ان الدنيا ماشية سليمة انتو 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 نجحت يعني المكالمة دي نجحت السيشن دي نجحت و هكذا ده المهم في الكورس ده بالنسبة لنا طيب بعد كده حصل في السي اس كور او في السي اس نتورك من ناحية الامي سي الامي سي هصول له سبيتنج لحقها اسمها الامي سييربر و الامي الي هنتكلم عليها بردو و ايه اللي حصل بعد كده هناخد بردو بشكل عام النيتورك أليمتس جوا الاساس كور وكمان بردو هنشوف النيتورك أليمتس بتاعتهم وننتكلم عن الكل نود بالتفاصيل اكتر طيب وبعد كده هنبتدي نتكلم على الى الايدنتيتية اللي موجودة في الاساس كور محتاجين نتكلم على الى ايدنتيتية لياه الامزل في السيجناليج ميسج بتاعتك عشان تعمل حاجة معاناة ساعات بتبعت حاجة اسمها MSRN ساعات بتبعت حاجة اسمها MGT Mobile Global Title محتاجين نفهم الحاجات دي يعني ايه عشان لما نبتدي نخش في السيناريوز والسيجناليج ميسجز نفهمين الدنيا دي عاملة ازاي فعشان كده لازم نتكلم على الidentities سوابها الidentities دي subscriber identities او network identities او CSCore مثلا identity تمام طيب بعد كده هناخد زي حتة كده نتعلم فيها السيجناليج ستركشور عاملة ازاي يعني كسيجناليج نتورك الستركشور بتاع عاملة ازاي ايه هي البروتوكولز اللي موجودة في الCSCore ايه هي السيجناليج ميسجز وهم بيعملوا فلوينج ازاي جوه النتورك تمام طيب بعد كده هنتكلم على شوية features موجودة جوه الCSCore نتورك زي الMMP لو حد سمع الMMP حاجة مثلا زي الpooling ال MSN pool حاجات زي دي دي features كده هنتكلم عنها اخر حاجة هنتكلم ازاي انت كمهندس كور بتعمل بلانينج للCS نتورك يعني ازاي بتبلان والديزاين CS نتورك يعني انت الاول او الحاجة مثلا هتعرف ان انت بتعمل الاول defining للMZ ranges انت عايز تنشأ نتورك توقتي قدامك او عايز تعمل مثلا نتورك انت كشبكة Vodafone او شبكة SDC عايز تكونكت النتورك بتاعتك بنتورك تانية تمام بتعرف حاجة اسمه الMZ ranges الاول بعد كده بتعمل route creation بين MSCs وبعضها بعد كده بتعمل configuring لحاجة اسمه بيه number analysis بعد كده بتأدجست لو فيه IVR calls مثلا بتتكلم الكولسنتر او حاجة لازم تأدجست وتكونفجر الطريقة اللي هتكلم بيها الكولسنتر دي بعد كده بتتزبط شوية supplementary services كده برضو بتتزبط لها شوية analysis ايه دي planning والdesigning بتاع CSCore Network تمام؟ هنتكلم برضو دي في الاخر بقى خالص كده كتحصيله اللي خدناه تمام؟ طيب ده الجزء بتاع CSCore طيب نيجي بقى للجزء بتاع Packet Switching Core اول حاجة خالص هنتكلم على architecture بتاع Packet Switching ثم بقى الnetwork nodes بقيتها SGSN, GGSN, HLR الكلام ده كله هنتكلم على كل الnetwork nodes اللي جواه بعد كده هنتكلم على basic procedures اللي بتحصل في 2G, 3G Networks من ناحية Packet Switching يعني هنتكلم على attached procedure الPDB Contacts الPDB Contacts Activation هنتكلم عليها بشكل theoretical وفي نفس وقت برضو بشكل signaling يعني ايه هي signaling messages اللي بتحصل عشان تعمل attach للnetwork عشان تعمل الPDB Contacts تمام؟ كل ده هنتكلم عليه بعد كده هنتكلم على quality of service في 2G و 3G تمام؟ وهي المين أو most important attributes فيها زي traffic loss, ARP value, maximum Btrade كل الكلام ده يا جماعة مش عايزكوا تتخضوا منه وحاجات هنفهمها مع الوقت مع بعضينا يعني تمام؟ انا معرفش في حد فيكوا عنده فكرة مثلا ايه الحاجات دي ولا محدش فاهم الكلام ده انا بالنسبة لي عندي فكرة يعني اولية انت عندك فكرة مالش هو مين؟ مين مين معي؟ محمد محمد تمام محمد ماشي ميا ميا طيب ثاني حاجة هنبتدي بقى نتكلم على ال bdb address ايه هو ال bdb address اصلا ايه ال bdb types اللي موجودة تمام؟ بعد كده نتكلم لو هيحصل bdb context modification نعمل modifying في ال bdb address ده هيحصل ازاي كsignaling بعد كده هنعرف برضو ال signaling messages او flow بتاع المسجز في ال bdb context deactivation ازاي؟ بعد كده نتكلم على شوية procedures كده بتحصل يعني ايه هي ال procedures بتحصل في ال packet switching ازاي ال detached procedures مثلا تمام؟ وبرضو ال bdb procedures بتحصل ازاي؟ المobility management states ايه هي المobility management states بتاعت ال packet switching في ال 2G وفي ال 3G برضو بعد كده نتكلم على ال paging في ال 3G كل ده من ناحية ال data جماعة تمام؟ يعني احنا خلصنا جزء بتاع CS بتاعت ال voice بعد كده نتكلم من ناحية ال data تمام؟ بعد كده نتكلم برضو periodic routing area update وال implicit detached تمام؟ وبعد كده ال roaming architecture في ال ps ايه هي types of roaming في ال ps networks تمام؟ طيب وبعد كده نتكلم على ال network interfaces ال interfaces اللي قابة بين النوات وبعضها في ال ps network بعد كده نتكلم على شوية identifiers بقى سواء بقى aoe identifiers أو location identifiers أو bdb identifiers تمام؟ ثم نتكلم على الجسم pool أو pooling mechanism في ال ps ماشي؟ وبعد كده هنتكلم على ال dns برضو ايه هو ال dns ايه هي الانواع dns internal dns و external dns و كيف يشتغلوا بعد كده نتكلم على charging types سواء بقى offline أو online charging هنتكلم على volume time and event based charging ده في التشارجين برضو بعد كده كده نتكلم على PCC rules ازاي انتك بتنسترك ggsn تapply يعني different actions ل different service dataflow حاجة مثلا زي ال dataflow بتاع facebook twitter whatsapp دي dataflow انت ممكن بتapply certain يعني certain actions لكل dataflow منهم تمام؟ ايه كان كده نتكلم على dpi و pcrf بيشتغلوا ازاي وايه هم ما اصلا بعد كده في الآخر هنعمل زي case study full scenario لل packet twitching ماشي؟ ده كده بالنسبة لل packet twitching بعد كده نخش على 4G APC اللي هو الكور بتاع 4G networks اللي احتفالنا نقوم مختلف تماما على الكور 2G و 3G ماشي؟ هندي introduction بسيط عن LTE كأول حاجة وبعد كده نتكلم على Utrend اللي هو ال access port بتاع 4G تمام؟ زي زي G-RAN اللي هو GSMH radio access network في 2G أو Utrend اللي هو ال access network في 3G networks تمام؟ وعند تعمل او شغل في ال home network بحتى نتكلم على PDN Connectivity Service و ال identifiers برضو في LTE EPC وندي برضو شوية سيناريو كتيرة منها registration to LTE network ونتكلم على EPS PEERERS او Default PEERER او و او ال Attributes تمام؟ بعد كده نتكلم على الـ Voice Options في الـ LTE الـ LTE مش بيسابورت الـ Voice فانت بتحتاج تعمل شوية موديفكاشنز عشان انت عرف تسابورت الـ Voice تخلي الـ Subscriber اللي هو تحت الـ 4G Network يعرف يعمل مكالمة طيب فاوزي واقع من هنا استاذ السلاحة يا محمد خلينا نكمله هو يشوف التسجيل لحد ما يحل المشكلة معاته طيب انت قلت له موضوع الموبايل ولا اي اي قلت له مش نافع برضه معي لا بما يأتي بالموضوع احنا نكمل يشوفه التسجيل يعني هيفوته هيشوفه بالتسجيل خلاص مفيش مشكلة تمام اوكي سعى شكرا طيب احنا كنا منقول ايه بنكمل بقى الـ الـ Contents بتاعت الـ EPC هيبقى فيه برضه الـ LTE Voice Options بقى سواء بقى ان احنا قلنا ان في الـ LTE Networks يبقى عندك الـ EPC Core طيب الـ EPC Core نرجع تانى على الـ 4G او الـ Option التانى ان انت تكون فيجر نيو نتورك مع الـ EPC اسمها الـ IMS الـ IP Multimedia System تمام؟ يبقى انت كده كـ 4G سبسكرايبر ممكن تعمل مكالمة عن طريق حاكتين ياما CS4back تنزل إلى 2G أو 3G وتستخدم الـ CS Core عشان تعمل مكالمة ياما تروح للـ IMS Network هندي برضه الـ Introduction على الـ IMS Architecture هي عملة ايه و ايهه الـ Network Nodes الموجودة الـ CSCF الـ MTOS الـ SPG كل دي Network Nodes موجودة داخل الـ IMS هندي زي Hint كده او الـ Introduction كويس على الـ IMS Network والـ Rule بتاع الـ IMS او الفولتي الـ IMS برضه ليه اسم اخر اللي هو الفولتي VoiceOver LTE تمام؟ كده ده الـ Contents بتاعت الكورس بتاعتنا هتلاقي هنا 45 سلايد بس هو الكورس عمتا يعني انا ده عشان content بس فعملته خمسة وربعين سلايد كده بني ادريسه بس هو الكورس عمتا يعني عايز اقول لكم مور زين خمسة وخمسين سلايد يعني بس هنخلصه من شاء الله متى الى اوش يعني يعني بس هو الـ Number of Slaids كبيرة تمام؟ أستاذ ولا وقاطعك تفضل بس سؤال الـ SG Gateway والـ PGW هذاني اجهزة الربط بالنيتورك له مصطلحات الـ SGW و الـ P Gateway صح؟ بالضب ما لهم بقى؟ هذاني اجهزة الربط بالنيتورك لو بس مجرد مصطلحات لا دي اجهزة طبعا دي نتورك نوتز موجودة مش مجرد مصطلحات و هنفهمهم بردو هنتكلم عليهم بالتفصيل يعني ما تقلقش تمام تمام؟ حدوقتي بقى نبتدي في الـ في الجزء بتاع مثالي محمد رجعه كده كويس ايو ايو باشا ايه محمد ناو تمام بدني تمام كده؟ لا ان شاء الله يعني مستقبل ان اذا صار HMS لانه احنا معرضين بالعلاقة هالموضوع عادي تكمله بس مفيش مشكلة طالما انا عامل لك ريكورد يعني عاملين ريكورد السيشن فالله هيفوتك فيها ان شاء الله يعني لو عرفنا نرجع لها في نفس السيشن بيش مشكلة لو مرجعنا النايش مثلا واللي فاتك انت كده كده ريكورد معاك ممكن تفرج عليه في اي وقت براحتك تمام تمام عاشتي تكسر طيب تمام انت وصلته كنت معنا فين يعني احنا اتكلمنا على الـ بس كور والـ و الـ جزء بتاع الـ بضبطه اخر شيء اصلت لـ يعني تمام يعني طيب تمام حدها هنبتدي في الجزئية بتاعت الـ ولو الـ بورت عندنا في الكورس ما هو الـ تمام تمام طيب طيب الCS Core عمتاً دخت صار بيرمز ليه للcircuit switching core الcircuit switching core ده هو الكور بتاع يعني هو الكور اللي هم نستخدمه عشان نعرف نعمل مكالمات voice نعمل voice calls طيب الCS Core يستخدم في 2 generations الـ 2G والـ 3G الـ subscribers اللي هم بيبقوا attached تحت الـ 2G networks أو الـ 3G networks بيبقوا محتاجين انهم يعملوا registering على الCS أو الcircuit switching network عشان يعرف يعمل مكالمات voice يعني من غير الCS Core فيش اي subscriber يعرف يعمل مكالمات voice في الـ 2G وفي الـ 3G networks طيب اول lecture زي ما قلنا هتبقى الـ core networks in mobile generations يعني هنعرف ايه هي الـ core networks اللي موجودة في الـ 2G وفي الـ 3G والـ 4G وفي الفرق ما بينهم ايه هنبقى فاهمين يعني هو زي ما قلنا كده الـ type of core networks in each mobile generation هنفهم ان الـ CS Core ده هو معناه الـ circuit switching core هتبقى قادر تفهم الفرق ما بين الـ circuit or packet switching هتعرف انه في الـ 4G وهو في الـ new core اللي احنا اتكلم عنه اللي هو الـ EPC اللي هو الـ Evolved Packet Core تمام؟ طيب تعال اول حاجة نتكلم على الـ core networks في الـ mobile generation زي ما قلنا لو بدنا بالـ 2G هنلاقي ان احنا عندنا 2 types of core networks الـ CS core و الـ PS packet switching core يعني السبسكرايبر اللي في الـ 2G بيرجستر او بيسجل نفسه في حاجتين في الـ CS وفي الـ packet switching تمام؟ network طيب اوه بيسجل نفسه ليه في الـ CS network بيسجل نفسه في الـ CS network عشان يعرف يعمل مكالمات زي ما قلنا اي voice calls بتتم عن 3 الـ CS network طيب لو عايز يعمل data sessions يعمل عن 3 الـ PS packet switching network بس طبعا الـ data rates بتبقى قليلة جدا تمام؟ يعني سرعة الـ downloading سرعة الـ browsing الكلام ده كله بيبقى ضعيفة جدا في الـ packet switching في الـ 2G networks تمام؟ طيب طيب احنا قلنا الـ 2G subscriber بيسجل نفسه في الـ PS او packet switching network عشان يعمل data session طب حد ممكن يسألني يقول لي مثلا يعني هو عن 3 الـ CS circuit switching core network مقدرش يعمل data sessions لا الـ data sessions are not supported في الـ CS core network لي؟ عشان الـ data rates هنا قليلة جدا مش هتـ support انه يعرف يعمل اي حاجة خالص فعشان كده فرقنا ما بين الـ CS والـ PS طيب قلنا عشان الـ data rates في الـ packet هتبقى أعلى فخلاص الـ packet يبقى خليه dedicated لـ data session لكن نخلي الـ voice في الـ CS network مش محتاجة data rates عالية ماشي طيب ايه هي الـ main nodes اللي موجودة في الـ CS core network أهم 2 nodes عندنا هو هو الـ MSC والـ HLR الـ MSC نستخدمه ليه؟ نستخدمه ليه؟ نستخدمه عشان هو بيعمل switching of users connection هو اللي بيسويتش الـ users يعني فيه user مثلا عايز يعمل مكالمة فهو اللي بيعمل بيخليه يعرف يكلم مع user تاني مثلا محمد عايز يكلم فوزي ف الـ MSC هو المسؤول عن لما محمد يجي يفتح موبايل ويعمل مكالمة الفوزي انه يعرف يعمل routing أو addressing للمكالمة لفوزي تمام؟ ليه مسؤولية الـ MSC طيب تاني نود مهمة في الـ CS هي الـ HLR اللي هي الـ Home Location Register الـ HLR هي database كبيرة تمام؟ مسؤوليتها أكبر مسؤولية انها بتـ store subscriber data يعني subscriber data اي user موجود في الـ network يعني أنا لو كلمت مثلا على Vodafone هنا في مصر فأي user موجود داخل network Vodafone ليه profile في الـ HLR الـ HLR بيبقى موجود في ايه؟ بيبقى موجود فيه مثلا الـ location area اللي هو موجود فيها دلوقتي بيبقى موجود فيها كل supplementary services بتـ subscriber بيبقى موجود فيها الـ profile بتاعه عمتا كله بكل حاجة فيها تمام؟ طيب دي أهم نود في الـ MSC في الـ CS core طيب أهم نود بقى في الـ PS في الـ packet switching core هي الـ SGSN والـ GGSN الـ SGSN شبه الـ MSC شوية بس الـ SGSN موجودة في الـ PS مسؤولة عن الـ Data Sessions عكس الـ MSC اللي هي مسؤولة عن الـ Voice Calls مثلا تمام؟ طيب الـ SGSN مسؤولتها ايه؟ هي برضو يعني زي الـ MSC بتـ switch users sessions بقى وتعمل authenticate للـ subscriber authentication للـ subscriber هي اللي بتشوف السبسكرايبر دي يعرفي authenticate على الـ network ولا لا هي اللي بتعمل العملية دي وبعد كده بتعمل برضو tracking للـ location بتاع السبسكرايبر هو موجود فين؟ الـ SGSN هي اللي بتعمل كده طيب بالنسبة للتاني نود مهمة في الـ PSCore Network هو الـ GGSN الـ GGSN مسؤولتها ان هي بتـ enable السبسكرايبر يكونكتو على external packet data network زي مين؟ زي الانترنت تمام؟ يعني انت كـ subscriber دلوقتي عايز تكونكت على الـ Net او عايز تعمل data session مثلا فبتعمل ايه؟ لو انت في الـ 2G Network هتكونكت على الـ Packet Switching Core وعن طريق الـ Packet Switching Core هتروح للـ GGSN هي اللي هتتراكك هي اللي هتـ authenticateك على الـ Network أصلا وبعد كده بتسلمك للـ GGSN اللي هي الـ Gateway GPRS Support Node تمام؟ هي اللي هتخليك هي اللي هتوصلك بالانترنت الانترنت دي external data network تمام؟ عن طريق الـ GGSN هتعرف توصل للانترنت تمام؟ اوكي يبقى كده يعني بشكل عام زي ما قلنا كده عشان الترف تستخدم voice لازم تروح للـ CS عشان الترف تستخدم data لازم تروح للـ Packet Switching Network ده في الـ 2G طيب في الـ 3G اللي بيحصل بقى في الـ 3G هنلاقي ان الكور هو هو بالضبط الكور في الـ 2G يعني 3G subscriber عايز يعمل مكالمة هييكونكت عن طريق الـ CS Circuit Switching Core عايز يعمل data session هيروح عن طريق الـ Packet Switching Core هي هي الـ 2G بالضبط ما فيش فرق في الكور في الـ 2G و 3G ماشي؟ طب ايه الفرق بقى؟ ما عليش يبقى سؤال بدون زحمة اه اتفضل اه اتفضل يعني هو عادة حنا نجلنا مثلا يعني 2G و 3G عادة بالنسبة للـ PS عادة تحتو على الـ SGSN و GGSN سواء 2G او 3G زين بالنسبة للـ 3G اذا عادنا SGSN هي بضبط نفسها يعني بضبط نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الـ 2G انا هقول لك بقى الفرق بيظهر ايه بقى في الـ في الـ 2G و 3G ليه مثلا الـ 3G صح؟ طيب الفرق ما بينهم ايه بقى؟ هتلاقي مثلا فرق في الـ Air Interface تكنولوجي الـ Air Interface ده هو الـ 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 المیدد المشروع الـ 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 يعني FDMA-TDMA تأتي بالFrequency التي سيتحدث عنها وتقسم الFrequency الى Time Slots وتعطي كل يوزر Time Slots يتحدث عنها هذا يجعل Data Rates أقل بكتير جدا من Data Rates 3G وأقل بكتير جدا من Data Rates 4G بالنسبة لل 3G يستخدمون شيئا اسمها CDMA Code Division Multiple Access الـ Code Division Multiple Access عبارة عن شوية Orthogonal Codes تدّي الـ User كل يوزر عايز يعمل مكالمة تدّيله زي Time Slots كده معين بـ Based على Orthogonal Code بحيث تخلي الكوز دي ما بتخليش الـ Users دولت يعني الـ Time Slots الـ User ده بخدا ما تخلوش ينترفير مع الـ Time Slots بتاع User تاني وخدا عشان يعرف يعمل مكالمة عليها تمام؟ دي Data Rates بتاعي بقى هنا دلوقتي في 3G عن Data Rates بتاع TectoG Networks تمام طيب فيه فرق تاني برضو بين الـ 2G و 3G فين؟ في الـ Access Nodes نفسها يعني هنا هنا أنا بستخدم الـ Node B في الـ 3G في الـ 2G بستخدم الـ PTS Based Transceiver Station نضم different functions يعني الـ Node B بتعمل more functions than الـ PTS في الـ 2G هنتكلم عليه برضو إن شاء الله النهاردة يعني هنتكلم في الـ Network Nodes والـ Functions بتاعتها وكل حاجة بالتفصيل أكثر سهلا نحن في هذا السلايد بس بنعرف الفرق بين الـ 2G والـ 3G والـ 4G ككور وككل حاجة تمام؟ بالـ Node B بس الـ SGSN هو نفسه conserve يعني كثريك صح؟ أو أحتاج نود جديدك لا لا أو أنت كـ 2G و 3G نفس الكور في الـ Packet Switching الـ SGSN نفس الـ SGSN و نفس الـ GGSN تمام؟ طيب تاني difference ما بينه إيه؟ هو في الـ Access Controller في الـ PSC والـ RNC تلاقينا مثلا الـ PSC الـ PSC ده بيسبرتك أن أنت توصل بالـ CS في الـ Circuit Switching Core بيسبرتك أنت تعمل المكالمة عنـ 3LCS Network بس بنـ Install يعني External Unit كده اسمها الـ PCU Packet Control Unit الـ PCU دي هي اللي بتخليه يعرف يكونكت مع الـ Packet Switching Network طيب في الـ 3G بقى إيه اللي حصل؟ لأ عملت Replace للـ PCU مع الـ PSC وجبت الـ RNC الـ RNC كنود بتعرف تكونكت مع الـ CS بتعرف تكونكت مع الـ PS عادي يعني أنا في الـ 3G مش محتاج مع الـ RNC نود اسمها الـ PCU عشان يعرف يكونكت مع الـ Packet Switching لا الـ RNC أصلا عنده الـ Feature وعنده الـ Capability انه يعرف يكونكت مع الـ Packet Switching Network عادي تمام؟ طيب ده بالنسبة برده للـ 3G ده نشوف بقى الـ 4G عاملة ازاي الـ 4G بقى تلاقي كور مختلف تماماً عن الكور بتاع الـ 2G و 3G يعني لو بسيته هنا زي ما قلنا الـ 2G هتيب يستخدم الـ CSCore عشان يعرف يعمل مكالمة لو سبسكرايبر في الـ 2G عشان يعرف يعمل مكالمة لازم يتكلم عن الـ 3G لو عايز يعمل Data Session أيضا هتليه يستخدم الـ PS ماشي؟ ده سواء في الـ 2G او في الـ 3G يعني لو سبسكرايبر تحت الـ 2G Coverage او تحت الـ 3G Coverage هيستخدم الـ 2 Networks دوله طيب لو سبسكرايبر تحت الـ 4G Coverage لقت ليه بابي كنتكت على نتورك مختلفة تماماً يعني كور نتورك مختلفة تماماً هي اسمها ايه؟ هي الـ EPC أو Evolved Packet Core Network ماشي؟ طيب الـ Network دي الـ Main Function بتاعتها ايه؟ كـ APC بقى هي اللي بتخلي بتبروفايد السبسكرايبر الـ Access للإنترنت يعني يعني برضو الـ APC يعتبر نفس الـ Main Function بتاعت الـ PS بتاعت الـ Packet Switched Network اللي هي ايه؟ نوه يخلي السبسكرايبر بتاعه ويعرف يكونكت على الـ External Network زي الإنترنت مثلاً عشان يعرف يعمل Data Session مع الإنترنت يعني عشان يعرف يعمل براوزين عشان يعرف يعمل داونلودي يبقى الـ APC شبه الـ Packet Switching بس طبعاً مختلفة عن الـ PS من ناحية اللي بتشتغل ازاي من ناحية الـ Network Nodes مختلفة كلياً عنها ماشي؟ طيب في الـ LTE او في الـ 4G Networks ايه هي؟ ان انت مش هتلاقي connection ما بين الـ 4G وبين الـ CS صح؟ يعني انا ما عندناش حاجة تكونكت بالـ CS طيب لو سبسكرايبر في الـ 4G عايز يعرف يعمل مكالمة هيعمل ايه؟ الـ APC الوحدها متخليش السبسكرايبر دا يعرف يعمل مكالمة Voice نهائي مستحيل يعرف يعمل مكالمة Voice عن طريق الـ APC الوحدها فاحنا قلنا واحنا بنشرح حتى في الـ Contents اتكلمنا على الحتة دي وقلنا عشان يعرف يعمل مكالمة عنده two options يعمل حاجة اسمها CSFullbackCircuitSwitchedFullback يعني ايه؟ يعني السبسكرايبر الموجود على الـ 4G Network هيعمل fullback للـ 2G او للـ 3G Network هينزل نفسه او هيعمل downgrade لنفسه للـ 2G او 3G Network ويعمل المكالمة اللي هو عايز يعملها وبعد ما يخلص المكالمة يرجع تاني يأتيش على الـ 4G Network تمام؟ ده او الـ Option وطبعا Option مش حلو قوي ليه؟ لان انت انت لو فاتح مثلا Data Session تعمل براوزين او حاجة على الـ 4G Network والـ 4G طبعا كـ Data Rates اعلى بكتير من 3G والـ 2G ماشي؟ فانت لو فاتح Session الـ Session دي هتقع طبعا يعني جاست ان جاءلك مكالمة الـ Session انت فاتحها دي هتقع كـ Data Session هتقع ليه؟ لان لو جاءلك مكالمة انت الموبايل بتاعك بيينزل الـ 2G و 3G Network تمام؟ بدا او الـ Option اللي هو الـ CS Fallback طب تاني Option تاني Option انت بتconfigure نتورك بقى جديدة كلياً بتconnect عن طريق الـ EPC يعني عن طريق الـ MME جوه الـ EPC بتconnect على الـ IMS الـ IMS Network الـ IMS Network دي او الـ IP Multimedia System او الـ Volty Network تمام؟ يعني كل واحد فينا بيبعرفها بمصطلح معين فانا بقولك يا ما اسمها IMS يا ما اسمها Volty او الـ IMS ده اختصار اصلاً الـ IP Multimedia System ماشي؟ فانت بتconnect الـ EPC بتاع الـ 4G بالنتورك جديدة اللي هي الـ IMS عشان السبسكرايبر بتاعك يعرف يعمل مكالمة وعن طريق الـ IMS هيعرف يعمل مكالمة عادي مفيش مشكلة خالص تمام؟ طيب برضو في الـ EPC بقى الـ Main Network Nodes بتاعتنا هتلاقي الـ MME اللي هي Mobility and Management Entity تمام؟ هي برضو شبه الـ MST شوية بتعمل Session Management بتتراك الـ Users بتعمل Authenticate للـ Users طيب عندنا برضو الـ S-Gateway في الـ 4G Network دي بتعمل Root Control Plan Traffic يعني هي الترافك بتروت الترافك ده تمام؟ من الـ E-NodeB للـ P-Gateway طبعاً بتعمل حاجة اسمه الـ Hand Over Anchoring بتـ Serve Many E-NodeBs بتستغل برضو كـ مثلاً Idle Mode Packet Down Link Packet Buffering يعني بتبقى Buffer لان انت لو مثلاً انت كيوزر مثلاً قافل Session أو قافل الـ Data بتاعتك قافل الـ 4G Data بتاعتك و جايلك مثلاً كده اعتبر ماشي؟ و آخر حاجة بقى طبعاً اللي هو الـ P-Gateway أو الـ P-D-N Gateway اللي هو بيـ Act زي الـ GGSN في الـ Packet Switching Network اللي هو ايه الـ Function بتاعته؟ اللي هو بيـ Interface مع External Data Network يعتبر تمام؟ طيب ده الـ Core Networks في الـ Mobile Generations يعني ايه هو الفرق بين الـ Core Networks في الـ 2G وفي الـ 3G وفي الـ 4G Networks ماشي؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على الـ Layered Network Architecture اللي بيحصل في الـ Network كLayers يعتبر تمام في الـ في الشافتر ده أو في الجزء ده هنفهم كذا حاجة هنفهم ايه الـ Concept بتاع الـ Vertical والـ Horizontal Integrated Networks يعني اصلا كلمة Vertical Networks يعني ايه Horizontal Networks تمام؟ هنفهم ايه الفرق ما بينهم طيب احنا شغالين على أنهي يعني أنهي 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 دوقتي مشغلية على الـ Horizontal ولا شغلية على الـ Vertical تمام؟ طيب وحاليا الـ Mobile Operators بتاعتنا شغالة على أنهي برضو منهم يعني شغالة على الـ Vertical ولا شغالة على الـ Horizontal كل ده هنفهموا في الجزئية دي ان شاء الله طيب قبل ما ابتدي يكمل بس حد ليسوا قال يا جماعة ديني تمام كده ولا في حد مش فهم حاجة؟ تمام يا باشي طيب تمام يا باشي ماما 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 طيب كويس النت شغال كويس يعني؟ ايه الحمد الله طيب الحمد الله طيب الـ Vertical Integrated Networks تمام؟ طيب زمان يعني زمان خالص كان الـ كان الـ دايما بنستخدمه أكتر في الـ Mobile Networks أو في الـ Mobile Operators اي شبكة موبايل بسميها Mobile Operators عشان انت ببغدين معي يعني انت بفهمين انا بتكلم في ايه دايما اي شبكة موبايل بنسميها Mobile Operators فزمان كان كل الشبكات يعتبر شغالين بالـ بالـ Concept أو بالـ فكرة بتاعت الـ Vertical Integrated Networks بس حاليا عشان دخلنا في موضوع ان احنا بنتطور شوية ابتدت الشبكات ان هي تطور من نفسها شبكات الموبايل يعني تطور من نفسها وتقلب الـ Horizontal Integrated Networks ماشي؟ طبعا مش كله بقت عمله Migration بس فيه Pushing وفيه يعني محاولة لان كله يتميجرات للـ Horizontal Networks Horizontal Integrated Networks تمام؟ طب نفهم ايه الفرق بينهم وبين بعض اول حاجة الـ Vertical Integrated Networks الـ Vertical Networks دي اصلا يعني هي Network Designed عشان تعمل Service Category واحدة بس يعني تديك Service واحدة بس ما تدكش كذا Service مع بعض يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا شبكات الموبايل ساعتها يعني لو شبكة موبايل مثلا Designed عشان تعمل اهم حاجة اول حاجة لشبكات الموبايل تعملت ليه؟ مش عشان تخليك تعالف تعمل مكلمة مكلمة تليفون تتكلم حد تاني تمام؟ طيب هذي الـ Service category اللي هم نتكلم عليها شبكات الموبايل ساعتها تعمل لها designing عشان تخليك قادر تتكلم في التليفون بس في نفس الوقت ما تقدرش تعمل مور زين وان سورفز يعني انت هتتكلم في التليفون بس مش عارف تعمل Data Session تمام؟ طيب شبكات مثلا زي الشبكات الأرضية اللي هي Public Switching Telephone Networks برضو كانت designed عشان تعمل مكلمة للتليفون الأرضي اللي هو الـ Wired اللي هو بتسيل كده تمام؟ برضو بتديك One Service category أو One Service بس ماشي؟ نفس الكلام بالنسبة لل-IP أو ال-Internet Networks برضو كانت designed عشان تعمل browsing على الانترنت ماشي؟ يعني هي One Service في الآخر بس مش أكتل تمام؟ طيب كل النتورك من دولت كان بيبقى ليها الحاجة اسمها Control Layer والConnectivity Layer والApplication Layer طيب ال-Control Layer ساعدتها كانت designed عشان تصبورت ك-Controlling للنتورك عشان تدديك برضو One Service بس لها مثلا لو بنتكلم كأجزامبل للشبكات الموبايل لها تدديك السيرفيس بتاعته ان انت تعمل مكالمة تريفون بين موبايل وموبايل ونفس الكلام Connectivity Layer ماشي؟ ال-Connectivity هنفهم انها ال-Connectivity Layer اللي بتبقى مسؤولة على ال-Traffic يعني يعتبر هاي اللي بتنقل ال-Traffic ماشي؟ هاي دي ال-Connectivity Layer وال-Application Layer لو فيه External Applications شوية Applications كده عايز تحطهم في النتورك بتاعتك حاجة مثلا زي لو قلنا ال-EIR لو قلنا ال-FNR مثلا دولة يعتبر Applications ال-EIR دي اللي بتشوف ال-Handset أو الموبايل بتاعك هل هو Black List أو Light List يعني هل هو مسروق أم نورمال موبايل يعني موبايل عادي ممكن يأكسس النتور بتاعتي وعمل مكالمة تعم؟ دي ال-EIR مثلا ال-FNR حد عارف ايه ال-FNR يا جماعة؟ عندي فكرة عنها ولا ما حدش عارفها؟ ما عرفها طيب ما عارفها والله ما فيش حد عارف ال-FNR ال-FNR دي اختصار لحاجة اسمها Flexible Number Register طيب ايه ال-FNR ال-FNR داتي يعني انا مش عادي في الشبكات في الموبايل بتاعتكو عاملة ازاي؟ او اسمها ايه؟ بس تعالى مثلا نقول عندنا شبكتين موبايل STC وزين طيب واحد مثلا كان شغال برقم الرقم بتاعه رقم STC والرقم بتاعه كان مثلا كم يعني كان 0, 10, 10, 7, 7 رقم التليفون بتاعه نفسه ماشي كان 0, 10, 10 وقرر انه ينقل من STC لزين طيب انت لما تيكي تنقل من STC لزين هتضطر تاخد رقم الاف النهار بقى لما دخلناه على النتوارك بتاعتنا عمل ايه قالك لأ انت لما تيكي تنقل من STC لزين هتنقل بنفس الرقم بتاعك رقم بتاعك مش هتغير هو هو هيفضل 0, 10, 10, 7, 7 هو هو نفس الرقم بالزبط تمام؟ بس هتبقى owned باي زين ساعتها يعني انت هتبقى تبع نتوارك بتاعت زين بس نفس الرقم بتاعك مش هتغيره عشان لو عندك صحاب وعندك حد عايز تكيب الرقم بتاعك هو هو تمام؟ عن طريق الاف النهار application ماشي؟ يبقى الapplication layer دي هي application او network nodes بنحطها جوى النتوارك عندنا عشان تديك اكسترا capabilities للنتوارك يعني تديك اكسترا options يعتبر زي الاي ار زي ما قلنا زي الاف النهار تمام؟ تمام طيب يبقى كده في الvertecal integrated network لو موبايل مثلاً connected على ال PLM public land mobile network هيرى في يعمل مكالمات لموبايل تاني عادي مفيش مشكلة بس هيرى في يكلم خط اردي؟ لا مكنش هيرى في يكلم خط اردي طالما هو vertical طالما النتوارك بتاعتك بتاعته كانت vertical integrated طب هيرى في يعمل data session برضو مش هيرى في يعمل data session تمام؟ ونفس الكلام بالنسبة للتليفون الاردي هييconnect وبردو نفس الكلام هيكلم landline number عادي تاني بس مش هيرى في يكلم موبايل مش هيرى في يعمل data session ماذا؟ هذه الvertical integrated network علشان كده قررنا بقى زاعتها ان انت لازم تعمل evolution للنتوارك لازم ندخل concept جديد للنتوارك اللي هو الhorizontal integrated network تمام؟ طب ايه هي فكرة الhorizontal integrated network قالك الفكرة الاساسية اللي هنشتغل عليها ان احنا نخلي كل layer مستقلة عن layers التانية يعني control layer مستقلة لوحدها خالص connectivity layer مستقلة لوحدها خالص application layer مستقلة لوحدها خالص وفي نفس الوقت كل layer من دول هنديها options وهنديها هنحط لها network nodes اللي تخلي النتوارك بتاعتنا تعرف تعمل كزا service يعني في control layer هنحط مثلا MSC وهنحط S-Gateway S-GSN مثلا عشان نخلي السبسكرايبر اللي connected عن نتوارك بتاعتنا يعرف يعمل مكالم التليفون وفي نفس الوقت يعرف يعمل ايه؟ يعرف يعمل data session تمام؟ ونفس الكلام برضو في الconnectivity اللي هنحط لها ال network nodes اللي تخلي السبسكرايبرز بتاعنا يعرف يعمل اكتر من application او اكتر من server اكتر من service أصدق ماشي؟ طيب يبقى كده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الموبايل الموبايل يوزر اهو طالما connected عن نتوارك هيقدر يعرف يعمل مكالم التليفون عادي للموبايل مثلا هيعرف يكلم landline numbers هيعرف يconnect عن النتوارك عادي نفس الكلام برضو بالنسبة للخط الاردي ساعتها هتعرف تعمل مكالمة هتعرف تعمل مثلا اهرف تعرف تكلم موبايل هتعرف تكلم خط الاردي تاني والIP برضو نفس الكلام بدلا هتعرف تعمل service واحدة هتعرف تعمل كذا service يبقى ايه دي فكرة الhorizontal integrated networks احسن بكتير طبعا من vertical integrated networks ماشي؟ اوكي طيب تعال نشوف بقى الصورة اوضح شوية عشان لو في حد مش فاهمها هنفهم اكتر ايه هي برضو فكرة الhorizontal integrated networks بشكل افضل تمام؟ طيب اول حاجة قبل ما نبتدي خلينا نقول ان احنا عندنا حاجتين هنا او او يعني كان اي نتورك بيبقى فيها حاجة اسمها control plan و user plan ماشي؟ طيب ايه هو control plan control plan هي network nodes اللي بتعدي signaling messages ما بينها طيب يعني ايه signaling messages يا جماعة تعم؟ كلمة signaling عمتا يعني ايه الإجراءات اللي بتتم قبل ما تديك service معينة يعني انت مثلا نريس تعمل مكالمة طيب قبل ما تعمل المكالمة دي ايه اللي بيحصل؟ النيتورك بتفضل تبعت لبعضها يعني النيتورك nodes بيفضلوا يبعطوا لبعضهم signaling messages بينهم وبين بعضها تمام؟ بنسميها ال call setup procedures يعني هي ال procedures اللي بتحصل قبل ما المكالمة تconnect بين الطرفين نفس الكلام برضو بالنسبة لل data session عشان تعمل data session عشان تعرف تخش على الانترنت عشان تعرف تقصد الانترنت النيتورك بتاعتك بتبعت signaling messages بينها وبين بعضها عشان تعرف تتconnect على الانترنت طبعاً الكلام ده بيحصل في أجزاء من الثانية في وقت قليل جداً انت ما بتحسش به بس ده بيحصل في النيتورك عندك تمام؟ يبقى النيتورك nodes اللي مسؤولة عن ال signaling ده بنسميها ال control plan طيب بعد ما بتخلص ال procedures دي يعني بعد مثلاً عملت ال call setup procedures عملت الإجراءات اللي بتتم قبل المكالمة في مكالمة بقى بتحصل بين طرفين دي بنسميها ال user plan اللي هو ال traffic نفسه مين المسؤول عن ال traffic نفسه؟ اي node موجودة في ال user plan ماشي؟ طيب مين هنا بيمثل control plan هتلاقي هي دولة النيتورك نود دي اللي هي dotted line ماشي؟ حكز المسي سيرفر ال gateway msc تمام؟ الجسن ال ccsf ال cscf في الاي ام اس دي اي ام اس نود عمتاً ال hss اللي هي ال hlr برضو بس دي في ال 4G ال s gsn كل ده control plan كل ده بتمر وبيباسه السيجنالي ميسجس تمام؟ طيب اليوزر بلان هتلاقيها هي في الكنيكتيفيت اللي يرى نود مثلا زي الميديا جيتوي نود زي الجي جي اس ان دي نودز بتبقى مسؤولة عن اليوزر بلان ترافيك الترافيك بتاعك اللي هو لو حد برضو مش فاهم يعنيه كلمة ترافيك الترافيك هو المكالمة نفسها مثلا يعني انت خلصت اجراءات اللي بتتم قابل المكالمة اللي هي النتروك بتاعتك بتعملها بتبتدي تكنيكتبها بتكلم صاحبك مثلا على الترفون كلامك اللي طلع ده هو ده الترافيك ماشي طب بالنسبة للباكت مثلا ايه اللي بيحصل السيشن اللي انت بتعميلها البروزين اللي انت بتعميله الدولودي اللي انت بتعماله ده هو ده الترافيك فاهم عصدي فهنا احنا زي ما قلنا كده عجب سكتفรق بين الكنترول وي اليوزر بلان ترافيك الكنترول هي النودز اللي مسؤولة عن السيجنالينج اللي بيحصل قبل المكالمة قبل ال سيشن اللي بتفتحها قبل بتعمل مثلا لوكاشن أفديت تمام؟ هي دي الكنترول طيب الـ User Planed Traffic أول الـ Network Notes اللي مسؤولنا عن الـ Traffic بقى نفسه ماشي في الغد حد هنا وفي حد مش فرام حاجة تماما باش مهندس واضح تمام لو في حاجة مش واضحة من غير إحراج والله يقوله وإحنا كلنا أخوات في بعض يعني فمفيش أي إحراج ولا أكسوف خالص يعني السلام ربنا يا جرام شكرا شكرا تمام 100 طيب يبا كده زي ما قلنا الـ Dotted Line هنا ده هو ده السيجنالينج يعتبر ده السيجنالينج ده الـ Pause بتاع السيجنالينج بتاعك سواء بقى راح كده أو جاي من كده دي الـ Network Notes اللي بتعدي عليها السيجنالينج بتاعك ماشي طيب بالنسبة للـ Line الـ Line الكامل ده اللي هو اللازرق ده هو ده الـ User Planed Traffic أو الترافيك بتاعك عن متى سواء بقى بقى بيعدى على الـ SGSN أو Media Gateway أو GGSN ماشي طيب تعالوا برضو عشان نتخيل الموضوع كده يعني ندى زي سيناريو كده يعني نشوف مثلا لو 2G subscriber عايز يعمل المكالمة ايه اللي بيحصل تمام هتلاقي عندك هنا الـ Access Networks هتلاقي الـ G-RAN ده ده الـ Access Network بتاع 2G ماشي الـ U-Tram هو الـ Access Network بتاع 3G طيب لو subscriber مثلا واقف تحت الـ Coverage بتاع 2G ايه اللي هيحصل هو الـ Subscriber ده مثلا يعني تعالى نفتاري مثلا ان محمد واقف في الـ 2G في الـ 2G Coverage ماشي وعايز يعمل مكالمة طيب مجرد ما يدوس ان هو عايز يعمل مكالمة بيبتدي يحصل الاجراءات اللي بتتم قبل المكالمة العادية طيب ايه اللي بيحصل بيحصل ان الـ Access Network بيبعت للـ Core Network بيبعت للـ MSC خاصة ماشي يقول ان الـ Subscriber ده او محمد عايز يعمل مكالمة يبتدي الـ Core Network يعمل شرية اجراءات كده تمام ويعطيه بعد برد Signaling Messages بينها وبين بعضها تمام لغاية لما يوصل للـ MSC اللي بيسيرف الـ Subscriber اللي محمد عايز يكلمه ماشي يعني لو نفترض محمد عايز يكلم فوزي فوزي مثلا موجود على الـ GMSC ده تمام ف سوري فالـ MSC اللي هو بيسيرف محمد هيوصل للـ GMSC اللي بيسيرف فوزي ومن الـ GMSC يبتدي بقى يروح للـ Access Network بتاعت فوزي هو وقت لما يوصل لفوزي يبقى كده احنا عملنا الإجراءات اللي بتتم قبل المكالمة ماشي وفي نفس الوقت بقى الترافيك بقى يبتدي الترافيك بتاعك او الـ User Plan بتاعك تنقل تنقل عن طري مين عن طري الـ Media Gateway هنا ماشي برضو يتنقل من الـ Media Gateway مثلا للـ Media Gateway بتاعت فوزي يعني دي Media Gateway بتاعت محمد يروح الـ Media Gateway بتاعت فوزي ومن الـ Media Gateway بتاعت فوزي للفوزي نفسه ماشي يبقى هذا هو الشكل العام لـ الـ Layered Network Architecture ناشيم طيب سألت بس سؤال لأفو تمام تفضل هنا يعني هذه المكانمة تتم إذا ثنين تتم نفس الشركة لو مثلا أنا خطي من شركة ومحمد خطي من شركة ثانية نفس الـ process حيصير لا ساعتها بقى إلا يحصل بقى فوزي بج أنت فوزي معي اي فوزي تمام إلا يحصل بقى فوزي أنت دلوقتي أنت من شبكة سمع أنت مثلا نفترض أن أنت STC ومحمد من زين ماشي طيب انت هتكون نكت الأول على MSC بتاع STC ماشي بعد كده MSC بتاع STC هي بتدي يعمل شوية حاجات كده طبعا الكلام ده هنتكلم عليه بتفاصيل جمدة قوي قدام شوية تمام هنفهم بقى اللي بيعمل MSC بالضبط تمام فالMSC بتدي يعمل شوية analysis هيعرف أن فوزي موجودة موجود في network تانية في operator تاني تمام فيحول المكالمة بتاعتك الGateway بتاع STC ومن الGateway بتاع STC هيروح للGateway بتاع الشبكة التانية ماشي ومن الGateway بتاع الشبكة التانية هيشوف فوزي موجود فين موجود في MSC ويحول المكالمة فهمت اه فهمت كده ايه هيحصل يعني هنفضل نشوف فوزي موجود فين وكده خلاص عملنا بتاعنا خلصنا اللي هو اللي هيمشي عليه الاجراءات اللي بتتم قبل المكالمة وانصر ان احنا خلصنا الكل setup procedures يبتدي بقى الترافيك يطلع بقى اللي هو الترافيك اللي هي المكالمة نفسها الvoice بتاعكم تمام ماشي احنا همنتكلم كده high level برضو جماعة يعني كل ده هنتكلم عليه low level جدا يعني هنوصل له بالتفصيل المريح يعني بس هو اعتبر ال chapter ده او ال session دي يعني بنحاول نفتح كلام كده بالضبط بنحاول نفتح كلام كده عشان برضو الناس ما نخشش في العميق مرة واحدة وما تفهمش يعني ماشي ماشي تمام طيب يبقى كده لو قلنا الhorizontal integrated networks بتتأثن برضو من 3 layers زي ما قلنا layer control layer والconnectivity layer والapplication layer طب الconnectivity layer هي layer المسؤولة عن الترافيك يعني نقل الترافيك بتاعك ماشي طيب ايه الkey nodes اللي موجودة في connectivity layer هي media gateways كCS احنا نتكلم كCS دلوقتي الkey nodes او اهم nodes موجودة داخل connectivity layer هي media gateways يعني media gateways في CS هي المسؤولة انها تنقل الترافيك بتاعك خلاص انا خلصت الاجراءات اللي بتتم قبل المكالمة ستبتدي انقل الترافيك الى subscribers حسيني بتتكلم والكلام اللي طالع من محمد يروح لفوزي مين اللي بيبقى مسؤول عن الكصة دي المسؤول عن الكصة دي هو media gateways ماشي طيب تاني layer موجودة عندنا هي control layer MST و HLR ك CS طبعا ماشي يعني 2 nodes هم main nodes طبعا فيه nodes تانية كتير بس احنا نتكلم عن main nodes دولة من هم MST و HLR طيب اخر layer application layer هي اللي بتدينا extra application او capability زيادة للنتروك بتاعتي زي اي زي ما قلنا EIR والFNR ماشي طيب تمام كده احنا خلصنا الجزئية بتاعت layered network architecture عرفنا النتروك كانت مثلا vertical وقلبت horizontal networks عملنا evolution تدينا اتطورت فبقينا horizontal طب عرفنا لأي network بتتقسم او كأي core network بيتقسم ل control connectivity application ماشي وك CS core بالاخص عرفنا ايه هي key nodes او main nodes اللي موجودة في control وفي connectivity وفي تمام طيب دلوقتي هناخد زي ايه يعني هنشوف CS network ك high level بقى يعني هو just one slide كده نشوف CS network عمتلا عمل ازاي شكلها عمل ازاي طيب برضو يعني انا بحب برضو قبل كل جزء بحب بحط بس انا اقول لك انت هتفهم ايه من الجزء ده تمام فا عنفة من MSC server هو ده main node في CS networks يعني اعتماد انك كل يبقى على MSC server انت لو عايز تشتغل CS core engineer لازم انت بفاهم MSC بشكل فضيع يعني تمام لازم انت بفاهم MSC ده ال operations بتاته ايه ايه protocol ايه signaling messages طب ايه parameters اللي بتتباعت كل دي لازم تفهم ها كويس جدا في MSC server ماشي طيب استاذ MSC server هذا بال2G وال3G وال4G هو نفس ما هي يفرق عندي لا انت كده اول جزء احنا قلنا ايه احنا قلنا 4G ايه يختلف تمام فال4G مفهوش CS طيب MSC server ده موجود في CS network بس اللي هو 2G وال3G بس بلا بط تمام 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 100 مية مية عزين عفوا نستاذ شنو الفرق بين MSC والMSS هقول لك انا الفرق ده في split architecture هنتكلم عليها عايزك تصبر علي بس شوية و هتفهم الفرق ما بينهم و اللي حصل كأفليوشن للMSS ماشي 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 طيب ده شكل core network عمتا يعني in general كده ده شكل core network طيب core network أصلا يعني ايه main function بتاعت core network ناب بت provide كل central processing وال management لل system بتاعي يعني يعني مثلا انت عشان تبعت signaling messages من network node ل node تاني او من subscriber ل core network عمتا بغض النظر النود اللي هتعدي عليها ماشي فهو core network دي اهم حاجة فيه طيب والcore network برضو بيبقى interface لل external networks يعني انا مثلا عندي هنا tdm network و tdm network تعال نقول مثلا ده operator تاني وده operator تاني عشان تعرف تconnect على two operators دولت لازم هتconnect عن طريق core network سواء كsignaling لدي dotted line دي او traffic كالline ده زي الline ده ماشي حتى هنا انا عمل لكم هو signaling هي dotted line و user plan user plan كلمة user plan يعني traffic ماشي يبقى عن طريق الline ده فأنت عشان تconnect أو تإنترفيس مع external networks لازم ايتم عن طريق core network تمام تكون من ثلاثة layers لقى layer والcontrol layer والapplication layer ماشي طيب الcontrol و الapplication layers دولة mainly للsignaling يعني يعني control layer والapplication layer الاثنين اهم حاجة بيعملوها انهم بي 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 باسو او بي بي بروساسو السignaling messages لقى الاجراءات اللي بتتم قبل السيرفس معينة قبل الcall مثلا او قبل السيشن بتاعي طيب الconnectivity layer هي layer اللي مسؤول عن traffic نفسه ناشي هكلمين عن الحتة دي طبعا طيب برضو يعني خلينا نشرح كل حاجة كده MSC server والHLR هم اهم نودز زي ما قلنا في control layer و مسؤوليتهم انهم بيعملوا ايه انهم بيعملوا switching لuser connection و في نفس وقت يستور وا بيعملوا بتكالل user data traffic internally inside the network يعني internally go on network بتاعتي او بتبعت user traffic للsubscriber موجود في network تانية مثلا ماشي دي ال main node في media gateway طيب تعالوا برضو ندي example كده اه 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 اول مثلا انت شايف داتي تدي network اه تمام او سيبك من tdm network tdm network external networks طبعا لو انت عايز تتconnect عليها بس خلينا نشوف مثلا لو subscriber go on network بتاعتي عايز يكلم subscriber تاني go on network بتاعتي ايه اللي يحصل ايه ان انت كsubscriber تبعت السيجد المسيج بتاعتك لمين لل pts يعني انت لات سيجين فيه subscriber ايه فهنا psc صح يعني انا لو بتكلم 2g يبقى هيفرود لل psc ومن psc المين او الحاجة لل msc server طيب msc server هيعمل ايه هيروح بعت hlr احنا اقول hlr اهم function بتاعت ايه نابة store subscriber data هي اللي عليها record بتاع كل subscribers اللي موجود على network بتاعتي تمام فتعال نفترض ان زي ما قلنا كده محمد عايز يكلم فوزي طيب فالmsc server هيبعت الhlr يقول له انا عايز اعرف فوزي موجود على انه msc فوزي registered على انه msc فالhlr هتبص عندها هتلاقي ان فوزي موجود على msc ده فتروح بعت لل msc ده تقول انا عايز msrn هو identity او رقم معين عايز msrn عشان يخلي فوزي اللي هو registered عندك يكلم محمد فالmsc server هيرجع للhlr بالmsrn وبعد كده الhlr هتروح بعت الmsrn ده للmsc server ده once ان الmsc server وصل له msc من الmsc ده هيرف يفتح كل نكش مع الmsc server ده على طول اللي هو بتاع فوزي ماشي وطبعا السيجنين بعد كده هيروح هيفلو باردو النورمال بروسيس بتاعه يروح للpsd ومن psd للpts للsubscriber لفوزي مثلا تمام وفي نفس الوقت اللي بيحصل يعني انا بتكلم كده كhigh level برده جماعة في نفس الوقت اللي بيحصل اللي بيحصل ان الmsc server ده بيبعد شوية commands كده تشيل الترافك الترافك اللي هو بين الtwo users ده اذا انا اريد resource هيشيل المكالمة نفسها المكالمة اللي هو الكلام اللي طالع بين محمد وفوزي فالميديا جتوية تبتدي تحضر تprepare الرسورس بتاعتها تمام once ان الاجراءات خلصت والميديا جتوية حضرت الرسورس بتاعتها هيبتدي الترافك يتنقل من اليوزر للPTS للPSC للميديا جتوية للميديا جتوية التانية بتاعت فوزي لليوزر لفوزي نفسه وكده انا شفنا السيغنين بوس عمل ازاي جوة الكور والترافك بوس عمل ازاي برضو جوة الكور ماشي طيب ارسل استعد ممكن سؤال يعني احنا هنا الحالة نقدر نعتبر الPSC والرنسي هي من ضمن الكنترول واليوزر بلين صحيح باعتبر انه هي يعني سيجنال ودات تمر عن طريق بالظبط طبعا عن طريقة ما يفعش توصل للمي سي غير عن طريق البي سي والرنسي في الـ 2G و 3G طبعا سواء كنترول او يوزر بلين سواء كنترول او يوزر بلين بالظبط تمام ماشي تمام انا بس اعذروني انا بحب دايما كده اتأكد ان اللي قدامي فهم لان ده بالنسبة لي ده اهم حاجة عندي انتم تكونوا فاهمين الدنيا كويس فيش حد وقع منه اي حاجة فعشان كيف بقول لكم لو حد مش فهم حاجة يقول على طول من غير اي احراج ومن غير اي كسوف خلص سؤال ولا سؤال تفضل هساني هذا الBSC والRNC هذا connected direct بالرouter او ال switch مع IP تمام 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 وconnect همي بالBTS بالزبط اه زين وهذا الMSC وال MGateway هذا همي انا connected بالرouter او ال switch مع IP connected بالرouter بالزبط تمام 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 اوكي عفوا استاذ لعدم همي سؤال وبالنسبة للMSC والمedia gateway هذا بين الconnectivity هي IP connectivity تحصل عن protocol اسمه GCP اللي هو gateway control protocol هذا IP protocol يعتبر تمام تمام ماشي تمام اوكي 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 طيب كان في حد تسألني بقى مش فاكر مين كان قال لي ايه الفرق ما بين ال MSS والMSC server صح؟ صحيح يا باشان طيب اللي حصل ايه بقى اللي حصل ان اوانت محمد صح اوانت محمد صح اوان بس بيش بيظهر قدام الاسم ف اينا فجلب ان انت محمد طيب اللي حصل ايه بقى ان حصل evolution زمان كون بنستخدم ال MSC اللي هو ال MSC بتاع زمان ده بقى كان بيهندل يعني احنا هنا فاكر واحنا بنتكلم قلنا الترافيك بيعدي عن طريق الميديا جيتو يا محمد صح؟ والسيجنالينج والقول سيتاپ او السيجنالينج بيعدي على ال MSC server تمام نضبط صحيح طيب زمان كان ايه اللي بيحصل زمان كان بيحصل ايه ان السيجنالين والترافيك الاتنين بيعدوا على ال MSC اللي هو ال MSS ماشي؟ طيب اللي حصل بقى احنا عملنا ايه؟ عملنا حاجة اسمها ال split architecture عملنا evolution كده لل MSCs اللي اعتبر في ال CS core network عملنا ازاي evolution دي؟ يعني قلنا هندرايف من ال MSC network node تبقى mainly responsible عن السيجنالينج ميسجز وnetwork node تانية تبقى responsible عن الترافيك تفاهم قصدي؟ طيب طيب تعال نشوف برضو legacy architecture or monolithic architecture كيتعاملة ازاي يعني ايه؟ يعني زمان كنية network node عاملة ازاي كscenarios مثلا ماشي؟ طيب هتلاقي ان كيوزر مثلا user او subscriber connected او تحت ال coverage بتاعت 3G network عشان يبتدي يعمل الاجراءات اللي بتتم قبل المكالمة بييconnect على node B ومن node B بيبعت لل RNC ومن RNC لل MSC المC يبتدي يدور على subscriber لو عايز يكلموا عن 3HLR زي ما اتفقنا يهيلاقي مثلا ان السبسكرايبر ده موجود في MSC ده وبعد كده بعد كده بيبعت اللغات UE التاني او user التاني ده كده signaling messages بتاعتك في legacy architecture صح؟ طيب خلصت انت كده call setup procedures ايه يحصل بعد كده هتبتدي الترافيق بتاعك فالترافيق برضو يبقى من UE لل node B لل RNC لل MSC برضو مفيش هنا media gateway صح؟ من MSC لل MSC التاني لل node B لل RNC لل UE التاني تمام يبقى كده legacy او monolithic architecture لا زمان ما بقتش تحصل دلوقتي خلاص يعني دلوقتي خلاص احنا اتطورنا عن كده كان هو signalling pass والtraffic pass بتاعنا الاثنين بيعدوا على MSC ماشي طيب ايه اللي حصل اللي حصل انني جت المنظمة اللي اسمها 3GPP Surge Generation Partnership Project قلت لك لا انا عندي MSC node دلوقتي انا MSC انا مش عايز يعمل two هخلي هعمل حاجة جديدة اسمها MSC Server ماشي وعمل حاجة جديدة برضو اسمها Media Gateway MG W هخلي مسؤول مسؤولية كاملة على Signaling Messages يعني اي flow لل Signaling Messages هتحصل عن طريق مين تحصل عن طريق MSC Server ده طيب والtraffic هيعدي عن طريق Media Gateway ماشي يبقى انا كده اللي عملتوا بدل ما كنت بدخل Signaling Messages وترافيق عن طريق MSC تمام لا بيتدخل Signaling Messages على MSC Server والtraffic على Media Gateway يبقى سام عملت Splitting للfunction بتاعت MSC واحد على MSC Server وهو Signaling وترافيق على Media Gateway وانت كيف محمد ايه اللي حصل الفرق بين MSS وال MSC Server تمام يبقى يبقى هو ده والجديده هي MSC بلس Media Gateway مضبط بالزبط كده صح كده طيب تمام بعد كده ال Split Architecture طيب يبقى كده الفرق بين MSC بين Split Architecture وال Legacy Architecture هو ده هه هتلاقينا Signaling Messages بص البوس بتاعه من UE لل RNC لل MSC Server وغير لما يوصل لل UE التاني طيب الترافك بقى هتلاقي الترافك بص تغير هنا بدل ما بيروح لل MSC بقى يروح direct لل Media Gateway صح اهو ترافك بقى بيروح لل Media Gateway بقى انا كده عملت بتاعي بقى انا كده حققت ال Split Architecture اللي انا كنت بتكلم عليه ماشي طيب 100 كده احنا خلصنا الجزئية راحتك ستاعد خلصنا تمام يعني ادراتي و18 ممكن نرجع مثلا 25 بالضبط يعني 6 دقيقة أو 7 دقيقة بالضبط ماشي ماشي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تمام محمد موجود عبد الله وفوزي موجودين غريبا لسه احنا 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 موجود تقريبا احنا احنا طب كده مين مش موجود يعني فوزي احنا طبعا مستعد احنا طبعا تمام كلنا موجودين مش طبعا ناخد زي general look كده على network structure عمتا يعني نشوف ايه النتورك nodes اللي موجودة عندنا في 2G و3G وهي النتور اللي هتفرق معنا في access networks لل 2G و3G networks ماشي طيب طيب اول من خلص الجزئي بتاعت network structure هتلاعي ناسك فاهم structure بتاع g-ran access network اللي هو connected برضو بالcs والps في 2G او وهتفهم برضو 3G networks اللي هو structure بتاع utran connected to cs and ps networks ونفهم طبعا كل النودز اللي موجودة جوه g-ran جوه utran جوه cs وجوه ps networks cs وps core g-ran utran access طبعا هتلاعي ان لو بصرنا عليك general in general كده هتلاعي ان ال subscribe لو connected بال2G قنقت اول حاجة بحاجة اسمها g-ran تمام اللي هو access networks بتاعت 2G network network طب ومن g-ran هتلاعي نفسه connected to core networks اللي هم CS core و ps core طبعا زي ما قلنا وبعد كده انت ممكن تتconnect بال external networks او لو عايز subscriber في network محتاج انت تتconnect external networks طبعا وفي نفس الوقت هنا في ps network محتاج تتconnect على packet data network مثل internet ماشي طب بالنسبة نضبط عليه السكترات اللي من خلالها هيكنك user بص انت تمام ما فيش مسكية بس بص بص احنا كنا نشرح g-ran هدل لاتي على طول تمام تمام هنقول ايهو g-ran ويهو utran والكلام ده كل ماشي ماشي طب g-ran ده هو 2G radio access تمام طب g-ran refer ايه refer او ده يعني مختصر او مصطلح لإيه لل g-sm edge radio access network ماشي يعني هو ده radio يعني الجزء radio بتاع اي network تمام مش احنا جماعة فاهمين تالي كلكم فاهمين ان اي يعني الشغل في شبكات الموبايل عم مثلا بيتقسم لثلاث حاجات يام radio يام radio يام core يام transmission مثلا او IP طبعا train لو بيبقى موجود عن طريق PTS والPSC PTS ده site بتاعك طبعا ماشي لو هو tower هو PTS ماشي PSC ده controller اللي هو access network تمام ده في g-rain او g-sm edge radio access network ماشي طب الجيران عم مثلا عبارة عن حاجتين يعني يتقسم لثلاث مين nodes اللي هم PTS الPTS اختصارها base transceiver station واللي هي tower من الاخر اللي موجود عندنا و PSC اللي base station controller اما بس على الرسم دي برضو هتلاقي ان هنا ايه يعني مثلا ده 2G network بتاعتي يعني ده areas اللي covered by 2G وبارا عن ايه وبارا عن PTS مثلا PTS ده بي cover one cell تمام يعني او مش one cell يعني بي cover مثلا area دي حل كل cell بتبقى covered by PTS tower دي ماشي طيب انت كuser لو انت واقف هنا مثلا هتبقى جوه السل دي فانت يعتبر هتبقى لائد signal او شبكة عن طريق PTS اللي بي cover السل اللي انت جوه هدي تمام طيب area coverage دي plus او زائد PSC دي كده اسمها G-RAN G-RAN Access Network تمام فهمتوني كده جماعة طب بالنسبة للU-T-RAN U-T-RAN ده اختصار احنا هنه ها عندك ياما G-RAN في 2G ياما U-T-RAN في 3G طب U-T-RAN ده اختصار لإيه UMTS Terrestrial Radio Access Network ماشي هو برضه عبارة عن ايه عبارة عن towers اتطور بتاعك اللي الموبايل بيكون نكت عليه اللي هو مثلا في 2G كان PTS طب في 3G هيبقى node B ماشي طب plus RNC اللي هو Radio Network Controller Controller Access Network تمام يبقى كده RNC زائد node B تمام بالأرياس بتاعتها ده كده اسمه U-T-RAN في 3G طب والPTS زائد PSC بالأرياس بتاعت 2G Coverage دي كده اسمه G-RAN G-S-M Edge Radio Access Network ماشي السؤال انت كنت بتسأله وضح كده اي وضح السؤال بس عن اللي قصد يعني مثلا بال2G وبال3G السكترات اللي موجودة بالPTS هتختلف لو نفسها نفسها هي هت سير في 2G وتسير في 3G لا بص في في 2G بنسمي السكترات أو السيل الصغيرة حاجة اسمها CGI ماشي السيل Global Code أو Identity مثلا تمام في 3G بتبقى حاجة اسمها SAI Service Area Identity دي بتبقى لها Configuration ودي بتبقى لها Configuration مختلفة تمام 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 واثنين عدت هنا بنفس BTS أو بنفس Node B ممكن تحط تكون الاثنين على نفس الطور ممكن تحط طور مثلا تcover area 2G بس في نفس الوقت انت مش بكفر 3G يعني انت بيفرق 2G من 3G انت حاطت BTS و Node B ولا لا حاطت BTS بس أو حاطت Node بس لو انت رحت المنطقة دي هتبقى connected بال 2G Networks تمام تلاقي الموبايل بتاعك لقيت مثلا كلمة GSM أو كلمة 2G أو كلمة Edge كل دي مصطلحات لل 2G ماشي واما مثلا رحت area تانية لقيت 3G فهتلاقي موبايل بتاعتك مثلا لقيت UMTS أو حاجة اسمها HSPA ماشي أو 3G كل دي كل ساعة سواء tower والcontent اللي بي أو هو فالdevice معين بIP connect و PST لا لا الPTS ده عبارة عن shelter هو الطور بتاعك الكبير ده اللي هو بتليه موجود في الشارع اللي هو بي cover منطقة ورية معينة ده عبارة عن shelter box كده مثلا كبير تمام وفوق الbox ده tower اللي هو العالي خالص ده وفوق tower في مثلا الantennas بتاعتك اللي هو تترانسميت وترسيف signals فمصطلح الPTS شامل كل اللي انت شايفه ده تمام زين عفوان هي شو هي يصبح connective يعني هي يتخلى بداخل IP يعني configurable IP بحيث انه يصبح بينها بين BSC يعني connection EM IP EM TDM شو نوع الConnection ما اقول لك EM IP الConnection to IP لا ما انتهيش يعني انا انا شغال في UK دلوقتي على فكرة وما انتهيش ما عرفش عندكم انتهى انت في العراق مفيش فيش TDM والله انا صراحة لحد السمس هامع TDM فما ادري يبدو ان TDM أنا مقتنع انه موجود في كل مكان على فكرة هو موجود مهما التكنولوجيا وصلت TDM لسه موجود كان لدينا TDM شغالة TDM ماشي وبعد كده شغالين حاجة اسمها PIC ده Protocol Core Network الPIC ده التransfer بتاعه بيتم عن طريق IP وبعد كده شغالين بحاجة more advanced الالسب تمام بس TDM لسه موجود حتى الان فانت الConnection مع BTS بتبقى عن طريق ايما TDM يام عن طريق IP عادي فيش مشكلة فهم قصدي تمام تمام ماشي يعني استاذ يكون IP من جهة BTS وIP من جهة BSC وIP من جهة router مع IP صح بالزبط من جهة الNetwork يعتبر نعم تمام شكرا تمام طيب لو جينا احنا بنتكلم على الجيران اللي هو GSM Edge Radio Access Network لو تكلمنا قلنا الجيران ده يتقسم لحقتين اللي هو BTS زائد BSC ماشي الBTS ده لو كلمنا على أول حاجة اللي هو الطاور اللي حاول نقول عليه ده ماشي الBTS اللي هو Base Transceiver Station طيب الBTS لو وظيفته اهم موظيفة في الBTS انه يكوفر السل اللي هو موجود فيها تمام طيب وفي نفس الوقت هو الموبايل بتاعنا لما يحب يكون نكت على النتورك اول حاجة يعملها هي هي سيجنال ميسجز السيجنال ميسجز هتروح لمين هتروح للBTS للطاور صح طيب وبعد كده الBTS مسؤول بقى انه يوصل او يكون نكت مع الPSC اللي بدوره هي انترفيس او هي انتركون مع الكور نتور عشان اي يوزر موجود جوه السيل دي هيبقى connected او covered by الPTS دي او by الطاور ده وزي ما قلنا كده الPTS ده مصطلح شامل الطاور بالشلتر اللي تحتيه بكل حاجة بالانتنة اللي فوق وهكذا تمام طيب هتلاقي برضو ان الPTS بص هنا هنا يعني النتورك بتاعتك يعني عبارة فكل area او كل سلاية covered by one tower فا احنا عندنا طبعا towers او PTS كتير جدا في ال network بتاعاتنا ماشي ممكن توصل الوفات من الوفات من الوفات من PTS عندنا تمام طيب الانتنة دي او ال tower ده او PTS ده بيبقى في radio equipments حاجة مثلا زي الانتنة الانتنة دي مع الموبايل او مع user equipments وتريسيف signals من user equipments برضو طب هي برضو بتعمل ايه برضو PTS من ضمن functions بتاعت PTS ايه بتعمل encryption للdata يعني انت عشان تبعت لل ue data لازم تعمل encryption للdata دي تعمل لها encryption تعمل ciphering حاجات زي كده عشان الdata بتاعتك ما تبقاش يعني ما فيش مثلا hacker او حاجة يعرف يسطولها او يعرف يسرقها وهي بتتبعت على air interface ماشي فهي دي وظيفة PTS انه يعمل encryption و decryption يشفر الdata بتاعتك تمام طب يبقى هو ده ال-PTS طب التاني نود موجودة في ال-G-RAN او في ال-G-S-M H Radio Access Network اللي ال-PSC طب ال-PSC ده اختصار لإيه ال-Base Station Controller تمام انا بعتبر ان ال-PSC ده هو controller او هو master node في ال-AXS Network يعني انا عندي في ال-G-RAN او مين المaster بتاعي هو ال-PSC يعني ال-PSC هو ده Smart node نود زكية وال-PTS ده نود غبية طب يعني يعني ال-PSC node زكية وال-PTS نود غبية يعني من الآخر ال-PSC بتستقبل ال-Data بتبعتها لل-PSC ال-PSC بيبتدي يفكر بقى يعمل ايه بال-Data دي هل هو محتاج يعمل action معين ايه مش عارف ايه وبعد ما اتكرر انه يعمل ايه بيبعت لل-PSC يقول لها عملي الحرجة الفنانية في ال-PSC تعمل مغمضة تمام فهو ال-PSC بنسبالي هو ده Smart نود النود الزكية اللي هي بتتحكم في كل حاجة في طبعا انا بتكلم في الحتة بتاعت ال-AXS في اللي هو في G-RAM بس ماشي طيب من ضمن وظائف ال-PSC او ال-PSC هي بتконترول all connected PTS يعني هي اللي بتконترول PTS دورة مبعضها تمام يعني هي مسؤولة عن group of network nodes او group of PTS تعال بس انا اقرها لك هنا يعني مثلا ال-PSC او base station controller ده مسؤول مثلا عن 3 PTS دولة ماشي ال-PSC ده مسؤول مثلا عن PTSD و D و D ماشي وال-PSC ده مسؤول عن ده وده 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 تمام فكل PSC بيبقى مسؤول انه يconnect group of PTS مع بعض ماشي ده من ضمن functions بتاعة PSC ماشي طيب ازين سؤال الساد ال-PSS هو نفس ال-PSC كلمة PSS يعني base station subsystem ماشي PSS يعني PSC زائد BTS هي هي الجيراني اعتبر ها تفهم تقصدي تمام تمام يعني لما تيجي تقول PSS يعني بانا بتتكلم على PTS زائد PSC الاثنين مع بعض تمام تمام حفظ طيب نفس الكلام من دائم ال-functions بعد PSC نوع بي interface مع core networks يعني مثلا UE ده عايز يعمل cool setup طيب ال-UE ده ما ينفع شيء يبعد signaling messages direct مع MSC server صح بس يبعد entry مين entry PTS بعد PSC و PSC ياخد signaling messages d يبعد ها MSC server management مين يعني 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 مثلا ال-frequency اللي هتقوم المكلمة بتاعتك عليها في air interface مين اللي هي حددها هو PSC يعني PC يقول لك مثلا يطلع ال-frequency رقم X مثلا ماشي واستخدم ال-time slot المعينة في ال-frequency دي مين اللي بيكرر الكلام ده هو PSC ماشي طيب برضو PSC بياخد هندوفر هندوفر يعني إيه يعني إنت مثلا معك مكلمة واحد بيكلم واحد والمكلمة الشغلة ما بينهم وفي نفس الوقت هو بيتحرك بالعربية بتاعته مثلا بيمشي من سل لسل لسل فأنت عشان تمشي من سل لسل فأنت بتعمل حقا اسمها الهندوفر بتعمل هندوفر بدلا ما انت كنكت على رقم واحد انت كده مشيت من حت لح تكون نكت على pts الجديد اللي هو اللي هو في الصلاة الجديدة هو pts مثلا رقم اثنين تمام طيب من اللي بياخد ال decision دي هو pc طيب بياخدها ازاي انت مبايلك دايما بيقيس الpower بتاع pts اللي جاي له ماشي pts بيبعت لك signals فانت السيجنلز دي ليها power طيب مبايلك دايما بيقيس السيجنلز دي once انه بيلاقي ان السيجنلز اللي وصلاله بقت ضعيفة شوية وفي نفس وقت بيجيل سيجنلز من الطور التاني او pts التاني اللي هو ناحيته اقرب بقت قوية شوية فمبايلك بيبعت الارايات دي المين بيبعت السيجنلز طيب السيجنلز بياخد قرار ان يحصل handover بدلا من انت connected على pts دي القديمة لا انت تبتدي تconnect على pts الجديدة تمام طيب مين اللي بياخد القرار هو psc هو base station controller مين اللي بينفز هو pts تمام عشان كده انا بقول psc ده smart node نود زكية لكن pts ده غبية شوية تمام أوكي ماشي psc برضو بيعمل حاجة اسمها radio channel assignment يعني ايه يعني انت دلاتي كsubscriber او كuser عايز تبتدي تعمل اجراءات اللي بتتم قبل المكالمة فمحتاج تاخد channel او radio channel على air interface يعني احنا قلنا air interface ده الانترفيس اللي ما بين mobile و الطور بتاعك او pts صح ففي air interface انت محتاج تassign radio channel للsubscriber ده عشان يبتدي يعمل يعني الsubscriber ده عايز يعمل مكالمة فهيطلب من الNetwork انه عايز channel يقوم فيها المكالمة يعمل call setup procedures دعتها في radio يعني من ناحية radio تمام طب من اللي يassign channel ده هو bsc bsc هو البي assign channel d للموبايل ده تمام طب هو خلص مثلا call set up procedures عايز يبتدي بقى يطلع ال traffic بتاعه subscriber خلاص عايز يبتدي يتكلم بقى ال traffic بتاعه يطلع فمحتاج حاجة اسمها traffic channel تمام مين برضو البي assign channel d traffic channel d هو bsc base station controller ماشي عفو انستاذ السؤال بدون زحمة احنا يعني هسا قلنا موضوع انه عدنا channel traffic و channel signaling صحيح بالزبط اكي زين انا هذا ك ip perspective هو يبقى ip واحد سواء لل يعني signaling سواء يعني traffic أو signaling يعني اذا اجا يريد اصر signaling بين bsc وبين bts حيطلع حيشوف بنفس الip هو نفس اللي هيشوف اكي traffic لا طيب مختلف اه يعني لين البروستسور او البروستسور المسؤول عن signaling مختلف عن البروست المسؤول عن traffic فدي لها ip ودي لها ip مختلف فهي مصد تمام يعني كل bts تحتوي على ip يعني واحد signaling واحد traffic على حسب design النتور يعني عندها ip واحد two ips ثلاثة ips عايا كان بقى network انت عمل design بتاع عمل ازاي فهم قصدي تمام 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 طيب الpsc برضو بيعمل function تانيا لو بيعمل collection لسيل data ماشي يعني ايه بيعمل collection لسيل data يعني بياخد حاجة اسمها location area identity اللي اللي موجودة فيها يعني اللي موجودة في location area identity الفلانية فعشان لو subscriber موجود في الcell دي امع location area identity فانا ماجي ادور على subscriber هدور عليه في location area الفلانية دي ماشي مين اللي بيجمع الdata دي هي ال base station controller تمام طيب وفي نفس الوقت برضو بيقيس الpower بتاع يعني الpower بيشوف الpower الراحل للsubscriber دي عمل ازاي عشان يساعد في عملية الhand over في عملية location update وهاكزا تمام دي هي ال main functions بتاعت ال base station controller طيب زي ما قلنا هنا دي بس مكتوبة غلط يا جماعة دي بيش bdu هي dbcu packet control unit طيب زي ما قلنا ال bsc attached to unit كده زي برضة مسلا صغيرة موجودة قوة psc canot ماشي يعني قوة psc في borders غير البوردة دي اسمها pcu packet control unit طيب البوردة دي ال function بتاعتها ايه ال function بتاعتها انها تعمل interconnection مع ps network مع ps core network يعني هي اللي بتخلي pc يعرف يconnect مع ps network يعرف يconnect مثلا مع sgsn تمام عن طريق هي بتعمل rate adaptation بتعمل شوية functions كده عشان تخلي psc او 2g subscribers يعرف ويconnect مع ps network عشان يعرف ويعمل data sessions اللي هي up تبقى منعدمة يعطبرا يعني ال data rates بتاعتها بتبقى ضعيفة جدا تمام بس هذه main function بتاعت pcu هنا مكتوبة بس غلط وهعدلها ان شاء الله يعني تمام باشا ممكن سؤال وممكن عد وقت بالنسبة يعني smsc ضمن data يعني cs او ps sms لا dcs يعني نفس طريقة dcs انه هي psc عالجها وتروح لmsc نفس طريقة ال call نفس طريقة ال call بس لا مختلفة شوية هنا بندخل بدل msc يعني msc يخش في السيناريو بس بندخل network node جديدة اسمع sms center تمام وبرضو يعتبر نفس الفكرة شوية ان انت بتروح ال hlr تشوف السبسكرايبر اللي انت بعت له المسج ده موجود فانه msc تمام وتفاروض المسج لي يعني هو سيناريو بس من ضمن cs يعني عشان تعرف تمام بتبعت sms بتروح لل cs network كسيناريو كsignaling messages برضو دي مشروح او ادام برضو فهم مصلي يعني دي عن نشرح برضو هنشوف السيناريو بتاع عمل ازاي تمام طيب تمام طيب ال access network في 3G بقى اسمه ال universal terrestrial radio access network ده عبارة عن ايه عبارة عن node b و rnc يعني عبارة عن two nodes اللي node b وال rnc ماشي طيب لو جينا اتكلمنا على الأول node اللي هي node b هتلاقي ان node b d شبه pts بالزبط ماشي برضو نفس functions بتاع pts اللي هي cell coverage يعني لو اي user موجود في cell دي تحت ال tower بتاع node b يبقى يبقى covered من 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 عن طريق node b يعرف يكون نكت عن network عن طريق node b d ماشي وبردو هي نفس الكلام هي first contact مع users يعني users عشان يبقى signaling message يقول انا موجود اهو اعيز ان indicate network عايز عمل مكالمة ال user بيبقى signals بتاعته مين لل node b ومن node b تبتدي تبقى برضو للكور للقصدي لل rnc ومن rz للكور network بتاعتنا سوى cs او ps تمام طيب وبردو node b بتعمل air interface processing زي power control هنا بقى الفارق بين node b وال pts في power control يعني node b محتاج ها ترجع لل rnc عشان تشوف power بتاع user كويس ولا يعمل handover مثلا يعمل handover يروح يكون نكت على node b جديدة هي node b بتقرر ساعتها node b as can pts يعني في pts احنا كان بتاخد الاريات من user شوف هي اريات ضعيفة ولا قوية او power الرايح لل user ضعيف ولا قوي وتبعت ال pc تخلي pc يقرر يخلي user يعمل handover يروح ال pts جديدة ولا يفضل على pts لا node b مختلف هي اللي بتاخد القرار ماشي طيب وهي برضو node b بتعمل synchronization يعني هي المسؤولة عن عملية التزامن بين الموبايل وبين الطور او node b نفسها ماشي طيب زي ما psc بيعمل يعني هو بي provide resources لل subscribers عشان يعني traffic resource مثلا او traffic channel او signaling channel node b بتشارك مع rnc في ان هي بت provide resources لل subscribers ماشي يعني النوت b برضو ممكن تدي subscriber traffic channel ممكن تدي subscriber signaling channel يعمل عليها الاجراءات اللي بتتم مثلا قبل المكالمة او قبل الاسم او قبل ال data session تمام ونفس الكلام برضو بالنسبة لل node b ان هي فيها radio equipments زي antennas مثلا عشان تستابل وتبعت signals بينها وبين ue تمام وبالنسبة برضو الحتة بتاعت ال ip هي برضو نفس الكلام connection بتاعتها ip ماشي او tdm زي ما اتفقنا برضو تمام على حسب وصلنا evolution بتاعنا فين او تطورنا في الشبكة mobile لغاية فين ماشي برضو rnc برضو شبه psc شوي من ناحية ايه من ناحية ان rnc بيconnect كل النوت بيز اللي هي connected على rnc او تحت area coverage بتاعت rnc او بعض زي psc and psc احنا هن بي oh بي control كذا PTS. تمام؟ فهو الرنسي عنده نفس الفونكشن دي. تمام؟ وبرضه هو انترفيس ما بين ال Access Networks والCore Networks. يعني ايه يعني؟ لو subscriber أو user عايز يعمل مكالمة فطبعا المكالمة أو Signaling Messages هتبقى عايزها تعدي من ال Access Network للCore. طب مين اللي بيعديها هو الرنسي. ماشي؟ طيب. الرنسي برضه بيشتغل في عملية الهندوفر. يعني لو subscriber عمل موفينج فروم ون سيل لسيل تانية. أو لو عمل موفينج فروم ون رنسي لرنسي تاني. على حسب الاريا اللي هو موقود فيها. يعني هو ما عمه كلمة ويتحرك من مكان لمكان. فغير رنسي أريا راح لرنسي أريا. مين اللي بيعمل بروسيدور دي هو الرنسي. تمام؟ اوكي. وبرضه زي ما قلنا هو بيشتغل في resource management. يعني هو بالاشتراك مع النوت بيباب. بيبروفايد الترافك والسيجنينج شانل لليوزر. يعني السيجنينج شانل لليوزر. يعني السيجنينج شانل لليوزر يعمل الكل سيتاوب بروسيدور. والترافك شانل عشان يشيل المكالمة نفسها. اللي هي بتصبورت السبسكرايبر أو اليوزر. تمام؟ طيب. بعد كده الارنسي بعد لي. هاتفضل قولي. لا. لسه هنان البي اس سي والارنسي. شان هيكون الكنكشن بينه وبين النوت بي أو البي تي اس. يعني هيكون كابل فايبر متوصل لكل بي تي اس؟ لا مش كابل فايبر هيب اي بي كونيكشن. يعني. لا اخصد كافيزيكال كونيكشن. كافيزيكال كونيكشن؟ اه. بيبقى كابل فايبر بالضبط. فايبر كابل بيبقى بيكونيكتد بين الارنسي وكل البي تي اس اللي هو كونيكتد عليها. تمام. تمام. بعد كده بيبقى الارنسي بي يكونكت على الكور نيتوركس. سي اس للويس كولز او بي اس للداتا سيشن. ماشي. كده احنا خلصنا الاجسس نيتوركس في ال 2G و 3G. هنتي بقى نتكلم على الكور نيتورك نود. سي اس سيرفر. الاسم اس سنتر اللي هو بتاع الاسم اس. الميديا جيت. الاري 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 الاري. كل الانتورك نود دي ان شاء الله المرة جاي بإذن الله. استعد اي ممكن سؤال بدون زحمة عليك. نتفضل. هس انا نفرض امكنك على سايت 3G. ماشي. اوكي يعني قاع على الصف حنتر نيت. وبالتالي قبل ما هذا يعني صار عندي يعني صار عندي رزرفيشن للسيجنالينج وبعدين صار رترافيك شنال. متفقين. اوكي دتجيني داتا ويعني ما عندي مشكلة. بنفس الوقت اجاني تليفون. هذا اللي حيصر يعني رزرفيشن للسيجنال جديدة اللي هو نفس الشنال اللي هو يعني شوان بالضبط. لا تبقى الشنال طبعا مختلفة. اوكي يعني يعني حيصر تليفوني لسيجنالين. بالضبط اوه يعني. يعني ساعتها بقى بساعتها بقى اللي هيحصل. انت هتدي الهيس بريوريتي المين للفويس كول. لان انت ممكن السيشن بتاعتك يعني تتأجل شوية وبعد كانت تكملها. تكمل السيشن تكونتينيو السيشن بتاعك بعد ما تخلص المكالمة. بس المكالمة بشكلين فتأجلها صح؟ يعني انت جايلك. انت جايلك. انت جايلك فويس كول بتانتربت الاكشن اللي انت بتعمله دلوقتي. فانت هترد على المكالمة عادي. تمام؟ بتشانل جديدة. تمام يعني اذا عندي دونلود. بتشانل جديدة. تمام. يعني افوان اذا عندي دونلود واوكي هو تيسي بيصير دونلود ماشي. الدونلود هيفضل مكمل. الدونلود هيفضل مكمل. بس تعالى نفترض ان في اوفرلود على النترك يعني اوفرلود على النترك. يعني الـ number of resources بقيت قليلة. ايه مثلا يعني الـ network بقيت مزدحمة جدا. الـ number of users كتيرة جدا. وبيعملوا several sessions. sessions كتيرة جدا. تمام؟ فخلاص ما بقاش عندك sessions كتيرة. فانت عندك option. يعني ايه هو الـ option. ان انت بتدي الـ highest priority للـ voice. عندك بعد كده channels تانية. عندك resources لسه موجودة. هتكمل الـ data session بتاعتك. ما عندكش الـ data session هتقطع. تمام؟ والـ voice يكمل. تفهمت قصدي؟ يعني هي بتختلف على حسب الـ congestion. او على حسب الـ overload اللي موجود على النترك. يعني quality of service. موجود على حسب الـ تمام ماشي. تمام؟ ماشي رقل. حد دعمت سؤال تاني؟ ماليش باش بانديس. ممكن سؤال. ممكن نرجع الـ slide اللي قبل هذا بعد ذلك. قبله. متفضل قبله. قبله كمان بعد ذلك. قبله قبله. بتاع الـ hand offer. الـ node. الـ node B. أيوا باش مهندس هنا لما النوت بي بيعمل الهاند اوفر هو كيف بيعرف السلة الثانية ولا كيف بيعرف ان فيه نوت بي جريبة منه وهي الأخضر لا ما انا بقول لك بقى انت اولا خلي بالك ان النوت بي كلها كونكتد ببعض صح تمام عن طريق مين عن طريق الرن سي يعني انا داتي الرن سي كله كونكتد ببعض والنوت بي كلهم كونكتد ببعض فانت بتعمل ايه النوت بي بتفضل تيرى الاراية بتاعت الباور اللي جاي لها من السبسكرايبر ده يعني السبسكرايبر ده بيبعض سيجنلز صح وانت بتبعت له في نفس الوقت طيب السيجنلز بتبعت له بيبقى لها باور تمام بيبقى لها باور طيب once ان انت لقيت ان الباور اللي جاي لك بقى قليل وفي نفس الوقت تمام انت بتاخد اراية ان الباور من السيجنل من طور تاني او نوت بي تانية بقى قوي فساعدتها هتنستركت اليو اي السبسكرايبر نفسه أنه يعمل هندوفر للنوت بي التانية فهمت قصدي عن تري مين عن تري زي ما قلت لك كده النوت بيز كونكتد ببعض تمام ناشيم تمام وعلا طيب تمام خلاص كده نشوفكم يوم السابت ان شاء الله جاي ان شاء الله بإذن الله عاش تيدك شكرا استاذ شرع جدا وفين عاش تيدك ربنا يخليك مهمة لتكون فهمتوا كويس يعني الدنيا ده أهم حاجة بالنسبة لي لو أنت تكون فهمين يعني الموضوع كويس شكرا طيب الحمد لله جمع طيب يوم السابت معتنا ان شاء الله الساعة تمانية بتوقيت القاهرة برده عشان أنا عارف التوقيتات ممكن تكون مختلفة فحاولوا تحسبوا زي النهار ده كده اللي هو بتوقيتنا بتوقيت السعودية السعودية والعراق واحد صح طيب خلاص يتسعب توقيتكو تمانية بتوقيت نصر ماشي ماشي طالس تمام إن شاء الله شوفكم على خير بإذن الله شكرا إن شاء الله شكرا list احب minder ماسو ماسو ماشي آية الله يا أكتور اللي خلف شكرا